أنتقل لك سيد أبو غوش فيما ذكره السيد سامي أبو شحادة أزمة الحكم اليوم في إسرائيل ما أسبابها وهل ستبقى هذه الأزمة تراوح مكانها من وجهة نظرك؟ مساء الخير وتحية للنائب سامي أبو شحادة ودكتور مخيمر ولكم المشاهدين الحقيقة هي فيه جزء عرضي أو راهن الأزمة يتعلق بالحسابات وعدد النواب والمعارضة والحكومة ومكونات الاتلاف هذه مسائل هي بنت أو نتيجة آخر انتخابات أفرزت لنا هذه التشكيلة الهجينة غير المنسجمة لا سياسيا ولا برنامجيا حتى على الصعيد الاجتماعي لكن كل هذا الأمر هو انعكاس لواقع اجتماعي في المجتمع الإسرائيلي هو بحد ذاته هذا المجتمع منقسم إلى ما جميع منفصل بعضها عن بعض وبالتالي لا بد في كل دورة انتخابية أن تعيد فرز تشكيلات مشابهة لهذا الموجود اليوم يعني حتى لو جرت انتخابات بعد أربعة أشهر أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة من المؤكد أن هذا المجتمع الإسرائيلي المنقسم إلى مجموعات إثنية مستقلة بحد ذاتها الحريدين المتدينين الشرقيين الغربيين الروس العرب بالتأكيد ستنتج خريطة سياسية مشابهة جدا للخريطة القائمة ربما مع تباينات ضئيلة السبب الآخر وهو سبب أيضا مهم جدا هو أزمة يعني الاحتلال صحيح أن الاحتلال لا يعترف بأن القضية الفلسطينية هي عنصر رئيسي مؤزم لهذا الاحتلال والخيارات السياسية لكنها كلما استجد يوم جديد تثبت أن القضية الفلسطينية وعدم حل هذه القضية هو سبب دائم للأزمات ومولد للأزمات التي يعتقد بنت أنه يمكنه أن يحلها بمعادلته العجيبة التي أعلنها قبل شهر تقريبا حين قال سياستنا تجاه الفلسطينيين هي سياسة العصى والجزرة وبالتالي هو يعتقد أن القمع وحده والقوة وحدها بالإضافة إلى بعض الإغراءات الاقتصادية هي التي يمكن أن تحل مشكلة المجتمع الإسرائيلي وحكومته هو موقفه النهائي من القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة وبالتالي هناك أسباب عميقة في تقديري هي التي سوف تبقى تفرض نفسها وتؤثر على تركيمة هذه الحكومة لكن لو عدنا للوضع الراهن هذه حكومة هجينة مؤلفة من ثمانية أحزاب متنافرة لا يجمعها أي جامع سوى رغبتهم المشتركة في التخلص من نتنياهو لكن هذه الحكومة الضعيفة وجدت دعائم خارجية أشبه بعكزات دعمتها وساهمت في إبقائها وإنعاشها وإبقائها على قيد الحياة حتى الآن ترجمة نانسي قنقر